قال الشيخ خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجموعة ألف للتطوير العقاري أن إمارة الشارقة شهدت على مدى الأعوام الماضية نهضة تنموية وعمرانية كبيرة تجسيدا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي جعلت منها بيئة استثمارية جاذبة تتوفر فيها البنية التحتية المتميزة وتحظى بثقة كبيرة من المستثمرين من مختلف دول المنطقة والعالم جاء ذلك خلال حضوره مراسم توقيع عقد بناء وتشييد مشروع مركز التسوق 06 بين مجموعة ألف وأوميس للمقاولات التي تبلغ تكلفته 210 ملايين درهم لأن إمارة الشارقة هي بيئة استثمارية جاذبة جاءت هذه الاتفاقية للكشف عن مشروع تجاري جديد وهو 06 الذي يعد وجهة تجارية تضاف إلى رصيد الإمارة الباسمة في ظل ما تحتضنه من مقاومات عالمية ومشاريع سياحية وثقافية وتجارية مختلفة أعتقد أن نوع جديد من التسوق في الشارقة بحيث أن في المستقبل لا شك أن الشركة نفس الشركة ألف أقروب عندها خطط لتطوير كثير من المشاريع المماثلة بما يضيف الإمارة الشارقة من قوة اقتصادية إن شاء الله للمستقبل مشروع 06 يستبد كيانه السياحي المجتمعي الجديد بحكم الموقع الجغرافي الذي تم اختياره وهو في منطقة الجرينة 2 شرقي مدينة الشارقة وعلى مقربة من مبنى المدينة الجامعية وسيضم المشروع مرافق ترفيهية وخدمية متطورة بما فيها مجمع سينمائي يجتمل على ثمان صالات للعرض وأكبر شاشة أيماكس في الإمارات بالإضافة إلى 55 متجرا تضم نخبة من أشهر المركات العالمية كما سيوفر المركز أيضا لمرتادي صالة ألعاب رياضية حديثة ومركز صحي ومركز ترفيهي عائلي بالإضافة إلى حضانة للأطفال يشرف عليها نخبة من المختصين وغيرها من المرافق الحيوية الأخرى هذا المشروع سيضيفه نقلة اقتصادية مميزة لهذه المنطقة كذلك المشروع سيخدم الطلبة والمدينة الجامعية باعتباره متنفسا لهم وبالتالي نحن نحاول تقديم الأفضل لهذه الإمارة مثل هذه المشاريع توفر قوة دافعة لاقتصاد الإمارة وعاملا جاذبا لاستثمارات من خلال تعزز مكانتها مما يشكل علامة فارقة في المشهر السكني والتجاري للمدينة